مرحبا بكم حلقة أخيرة قبل الانتخابات الرئاسية وقبل ساعات من الصمت الانتخابي باش نحاولوا نتعرضوا فيها الجديد المترشحين للانتخابات الرئاسية نذكر بهم العيشي الزمال لقبل الانتخابات بـ 72 ساعة حكم سجني ثقيل برشة أيضا نحكيه على حملة زهير المغزاوي وأيضا قيس سعيد الرئيس الحالي للجمهورية التونسية وأيضا نحكيه على موقف المنظمات الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الفلاحيين اتحاد عمال تونس وغيره من المنظمات الوطنية وموقفها من الانتخابات الرئاسية وأيضا شبكة الحقوق والحريات اللي انطلقت منذ مدة ومجمعية السيد المخرج بشوية صورة انطلقت في مصيرات متزامنة وحوادث عنف واعتداءات على رموز الدولة وأيضا على بعض المنظمات الدولية الموجودة في تونس شكون عمل الحكايات هذه أيضا اليوم باش نحكيه على المسيرة قبل ساعات من الصمت الانتخابي ليش وكيفيش وشنوها المقصود منها أيضا باش نحكيه على منظر الزنيدي عماد الديمي ليخرجه نهائيا من الانتخابات الرئاسية لكن مازالت ردود الأفعال متاحهم متواصلة حتى الآن وأيضا شنوها صار في تونس بعد تمرير قانون الجديد للانتخابات اللي بمقتضاها الطعون تمشي للمحكمة الاستناف أو تمشي للقضاء العدلي عوضا على القضاء الإداري ومثل العادة يحضر معايا في الحلقة على يميني باسل ترجمان إعلامي ومحلل سياسي إلى جينبو حذامي أطرابلسي صحو فيه باش نحكيه وعلى رصد لي العنف شكون يعنف شكون في تونس قبل الانتخابات الرئاسية من يدافع على الحقوق والحريات هالمسلوح له أنه يهرسل من يخالفهم الرأي يحضر معايا كذلك المعز الحاج منصور أهلا وسهلا مرحبا بيك في تحليل لآخر الأحداث قلت لكم قبل ساعات من الصمت الانتخابي واليوم لأول مرة يحضر معانا في البلاتو لطفي الشتمي أمين عام مساعد اتحاد عمال تونس يحضر معايا أهلا وسهلا مرحبا بيك بطبيعة الحال نحكيه على الاتحاد العام التونسي للشغل لمخو موقف من برنامجنا ومتغشش عليش كيفيش طوا نحكيه في الموضوع هذية لكن قبل كل شيء نخرج بكم إلى صور عطيني سيد المخرج اتحاد عمال تونس خرج اليوم للشارع وحركة تضامنية مع رئيس الحالي قيس اسعيد قبل الانتخابات الرئاسية فيما لازمت بعض المنظمات الأخرى الصمت أو تشتغل في الكواليس كيف اتحاد الفلاحين لي بيش نستقبلهم بعد شوية آآ واحد من المسؤولين أو من المنتمين سابقا للاتحاد الفلاحين نحكي على أنيس خارباش بش يدخل معنا في الجزء الثاني من حلقتنا هذية صور من شارع بورقيبة لاتحاد عمال تونس خرجوا لمساندة رئيس الجمهورية حذامي ترابلسي كانت موجودة نبدأ بكنتي باغت الشارع اليوم اتحاد عمال تونس بحضور المئات من أنصاره رافعين لافتات مساندة لرئيس الجمهورية بغتوكم يظهر لي بالحضور اتحاد عمال تونس اليوم كان في الموعد وانا كنت موجودة شخصيا رفقت الفريق المصور العامل معايا غطينا هذه الوقفة التضامنية خلينا نقول المساندة للمترشح رقم 3 الأستاذ قايس سعيد اتحاد عمال تونس ومعانا الأمين العام المساعدة اليوم موجود معانا في استوديو ونجم ما يحكينا أكثر حسب التغطية الإعلامية اللي قمنا بها اليوم هو مساند لترشح الأستاذ قايس سعيد كانت وقفة معبية كما نقوله احنا موجود برشة أطيف من العمال وفما ملاحظة لحظتها محمد ولاحظوها برشة من الحضور انه فما ثل من البيع المتجولين او النصابة بين ظفرين كما نقوله احنا اللي تم منحهم من العمل منذ سنة ونصف وحيلوا على البطالة بعد قرار رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بإزالة الانتصاب الفوضى واليوم الملفت للنظر محمد انهم الناس ذوما خرجوا للشارع وصدحوا بأقوى صوت وقالوا وعبروا عن مساندتهم للمترشح حدد ثلاثة قايس سعيد بطبيعة الحالة عنا برشة ما شوفناش اسماعيل السحباني الشخصية النقابية المعروفة والمشهورة والي ترشح ضد بن علي ربي يرحمه قبل الثورة وهو اليوم المسؤول الأول على اتحاد عمال تونس اللي يحضر معنا سيلوطفي الشتمي الأمين الميل المساعد اليوم يظهر لي بعض مؤتمر وبعض مشاورات عندكم موقف من الانتخابات الرئاسية بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للاتحاد عمال تونس وقع مؤتمر الوطني الثالث لاتحاد عمال تونس خلال شهر أبريل 2023 بحضور مقرابة 400 نيب وهم مخرجات اللي صارت على المؤتمر هما مساندة رئيس الجمهوري وفي اجتماع مكتب التنفيذي يوم 30 سبتمبر 2024 قرر مكتب التنفيذي مكتب التنفيذي تنفيذ قرار المؤتمر اللي هو مساندة واليوم اخرجنا للشارع عطوني الصور اليوم اخرجنا للشارع وعرضنا البيانة بتاعنا والمكاسب اللي خداهم العمال لفئية العمال اللي صارت من طرف رئيس الجمهورية وطلبنا بحاجات أخرى يعني جديد السؤال المطروح اليوم على اسماعيل الصحباني المسؤول النقادي في فترة بن علي اللي هو طوى المسؤول الأول على اتحاد عمال تونس خرج اليوم وساند قيس سعيد على غير عادته قبل هو كان في اتحاد الشغل وطرسح ضد بن علي اليوم المعادلة تقلبت عليش تقلبت على خاطر الديمقراطية عطوني صور اسماعيل الصحباني الديمقراطية اللي موجودة في اتحاد عمال تونس والمخارتين والنواب يعني اللي حضروا في المؤتمر هما اللي قروا اللي مساندت رئيس الجمهورية وعلى الأمين العام الأخ اسماعيل الصحباني هو تنفيذ قرارات المؤتمر اللي صار في الفين وثلاثة وعشر اليوم كي نحكيه أراه مسؤولية جاسمة وقت لأنت منظمة معتها النقابة تخرج وتفصح على موقفها السياسي عكس البقية الاتحاد العام التونسي للشغل مازالت الأمور مش واضحة من مع من اتحاد الفلاحين إلى اليوم صامت ناس أخرين قاعدين يخدموا في الخفاء ولو هما يعارضوا اسماعيل الصحباني هبط اليوم وقال اين مع قيس سعيد قال مع الرئيس قيس سعيد نظرا للمكاسب اللي خداوها العمال واللي جاءت الفئيط العمال واحنا كنا طالبنا بها قبل واحنا نحسبه واحنا شريك في هذا الوطن نجم أنا نقول النقاط كان نسمى وقت يعني يقول اللي اللي توجدت واللي يتمتع بها يعني المخارطين متاحة منها هو يعني رئيس الجمهورية يقول يعني عدم التفريد في شركات العمومية وخط أحمر هذا مكسب للوطن وللعمال وعندنا ثاني حاجة رفضا يعني قاطعا رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا مكسب للشعب للشعب كله ثالثا هو الحرص على مراجعة مجلة الشغل وخاصة ما يتعلق بعقود الشغل هذا اذن الرئيس بإعادة يعني مراجعة مجلة الشغل ورابعا هو الحفظ المناولة الحفظ المناولة اللي معانتها هذا مكسب للشغالين وعندنا يعني الخامس هو ترسيم العمال الحضاير وهذا مكسب زادة للعمال وكما دعا سيادة الرئيس إلى أن تكون الجباية تصعودية لتحقيق العدل بين المجتمع وهذا مكسب يعني الوطني وسابع عنه أخيرا هو يعني يقرر إيجاد قانون يرعى العاملات الفلاحيات بالتغطية الاجتماعية وهذا مكسب لعمال الفلاح هذا يعني يعني قرسوم ودو يعني معانتها القرارات اللي شملت الخدامة واللي نحن ندافع عليهم ونحن نحسب ونحن شريكا واضح واضح المعزل حاج منصور اليوم باش نسلك على الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان في وقفة تضامنية مع أحد النقابين المتهم بالتدليس أو عنده مشكلة في الشهادة اللي قدمها وموجود معتها في الإيقاف فالاتحاد محكيش معتها بصورة واضحة على موقفه مع قيس ضد مع 24 مع 25 وكأن الأمور أصبحت معتها سرية والشغل مش واضح حين نستقرأ طبيعة العلاقة القائمة الآن بين كبرى المنظمات العملية في تونس واتحاد الشغل في علاقته بقصر قرتاش هذه العلاقة توترت في السنة الأخيرة ويجب أن نقر بهذا الذي يحصل الآن هناك علاقة متوترة وهناك قطيعة بين ساحة محمد علي وبين قصر قرتاش بقطع نظرة على الأخ الأمين العام المساعد الذي كان يتحدث الآن عن منظمة نقابية هي نفسها تدافع عن مسألة التعددية النقابية وقدموا موقفا سياسيا في سياق نقابي من حقهم ومن حق مجلسهم الوطني أن يعبر عن التوجه السياسي لكن المسألة لا تتعلق سيلطفي بأن الرئيس قيس عيد استجاب لبعض الطلبات المهمة هناك طلبات مهمة جدا تتعلق بالمحافظة على الدعم بالدفاع المؤسسة العمومية الوطنية وعدم القبول بخصصتها أو التفويت فيها برفع المناولة وبمراجعة قانون شول ومحاولة رئيس الجمهورية أن يقدم شيء لعاملات في الحياة لكن في المستوى العميق المتعلق بالأجور ما زال لم يتحقق الكثير ما نطلوبه أكثر من هذا هذه الطلبات عامة أفكار عامة قدمها رئيس الجمهورية ما زالت سياسات الحكومة لم تخرج فيها بالنسبة الاتحاد الشغل اتحاد الشغل يجب أن نقول كلام مهم اتحاد الشغل الآن في الواقع المكتب التنفيذي يعتبر نفسه معارضة لقاء سعيد وهذا بسبب سياسات الحكومة التونسية اللي خاصة أوقفت كل ما يتعلق به عناصر المهمة للتفاوض الاجتماعي ما نقولوه الكلمة ذا والمربع الذي كان يتحرك فيه اتحاد الشغل المربع السياسي قبل 25 جولي 2021 ماهوش ذات المربع الذي يتحرك فيه الآن تم سحب كل ما يتعلق بالسلطات الممنوحة للنقابيين داخل الإدارة الآن لم يعد للنقابيين المنخرطين داخل اتحاد الشغل الإدارة الذي كان ممنوحا لهم داخل الوزرات مقلول كما ذا يا معز يا معز يا معز دقيقة الأربعة ثانية أنت تناقض نفسك أحذرت معنا في حصص سابقة وطالبت بسحب النفوذ من الأطراف المارقة عن الدولة وأحيانا النقابات شكلت خطر على الدولة والتي هي اللي تحكم وكانت وراء عديد الأزمات في اليوم لما وقع إخراجه أنت ندافع عليها أنا ما قلتكش ندافع أنا أصي في الظاهرة الظاهرة الآن قبل 21 جوليا معني بدء من 2011 أي سنة 21 من 2011 إلى 25 جوليا توسع مربع النفوذ الانتحاد شون داخل الإدارة داخل الحكومة داخل الوزارات الآن تراجع هذا النفوذ بطبيعة الحال في التهرات هي العملية باية ولا خايد أنا ما أقول لكش باية ولا خايد أنا ما بس محلل أنت معي بس محلل أنت معي لا لا بش ذاك موقف ذاك أنا أصي في الظاهرة في الموقف الآن انتحاد الشغل لم يعلن أنه يعارض الرئيس قي سعيد في الانتخابات ولم يعلم مساندتها وليه مترشع أعطيني الكواليس في الكواليس يترك الأمر يترك الأمر أرى مش نعطيك يترك الأمر للمنخرطين لكن في المسكوتي عنه في المسكوتي عنه طبعا هنالك مدام في حالة عداء طبعا اتحاد الشغل في المسكوتي عنه سيدفع إلى مساندة خصوم قي سعدها في الظاهر يجب يجي شخص داخل اتحاد الشغل سواء من عام أو من عام مساعد أو مرخرة أو نقابات السهر رد بالك أرى النقابات الأساسية داخل اتحاد الشغل لها تصورات تختلف عن قيادة القيادة الآن في حالة قطيعة مدامك في حالة قطيعة لا يمكنك أن تطالبه بأن يساندك شوفت كيف هي العملية أنا لقول لك فقط يجب على الدولة أن تفتح علاقات مع كل النقابات بقطع نظرة على المسألة النقابية المتعددية النقابية لكن يجب أن تراجع مسألة العلاقة مع هذه النقابات وأن تعيد تأسيس علاقات تقوم على الاحترام وعلى فكرة مهمة جدا خلينا نفهم بعضنا أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة يجب أن يدافع عليها رئيس الدولة ويدافع عنها ويجب أن يدافع عنها زادة رئيس الحكومة ويجب أن يدافع عنها الوزراء الوزراء من اللي مش يدافع على حقوق العمال والمسألة المتعلقة برفع المناولة رأي مسألة معقدة جدا تحتاج إلى التركيز على التفاصيل يعني في التفاصيل تسكن شاتي بطبيعي أنا أعرفك مدافع شريص على الاتحاد للشغل المعزل حاج منصور قلت لي عندك متعاقب فقط شنو بالضبط أنا وقت لي قدمت قدمت مكاسب يعني اللي خداوها يعني اتحاد عمال تولس والشغالين لكن أحنا طلبنا عنا طلبات خلي المطالب من بعد نمشي لباسل ترجمان باسل اليوم معتها الموقف من طاعة المنظمات الوطنية مهم جدا في الساعات الأخيرة بالنسبة للناخل ناخذ موقف الاتحاد العمال توسل الشغل طبعا أولا فم موقف قيادة الاتحاد مكسب التنفيذي وفم موقف قواعد الاتحاد وهو موقف يعني متناقص تماما موقف قيادة الاتحاد اللي ترأسها سيد الأمين العام سيد نوردين طبوبي هو موقف سياسي أقره وأعلنه بكل وضوء يوم 4 مارس 2023 عندما أعلن أنه جزء من تحالف سياسي يعتبر أن الموقفين في سجن المرنجية هم معتقليهم الحقوقيين والسياسيين معتقلي الاتحاد الحقوقيين والسياسيين وأنه يتضامن معهم واتخذ موقف فقط يا باسل خلينا نفرق هو يدافع على نقابيين المسجونين هو لم يدافع على نقابيين وربما زلت لسان ليس زلت لسان لم تكن زلت لسان ما دفعش هو على غنوشي وكمال الطيف وغيره هو دافع وتبنى وتبنى النقطة الثانية النقطة خلينا حكي فاركوها الرمانة مرة واحدة نقطة الثانية أنه سيد دوردي الطبوب يعرف تماما أنه لو لا راشد الغنوشي لما بقي أمين العمل للاتحاد على خاطر يوم 7 جوليو 2020 عندما تم إنشاء إنجاز مؤتمر سوسا كان فما واحد يسخدم رئيس حكومة يخدم ترطور عند راشد الغنوشي يشم الشيشي وكان يخدم ترطور إنه تحمل مسؤوليتي ونور الدين الطبوبي تفاهم مع راشد الغنوشي رغم أن تونس كانت تعيش حالة حصار جراء وباء الكورونا وكانت المدن مغلقة وكان ممنوع التجول وإلى آخرين تم فتح النزل في سوسا وتم إنجاز المؤتمر وأصيب خمسة وستين واحد من أعضاء المؤتمر بالكورونا تخياتي التاريخ عليش ننسى ما عندهش خمسين سنة عنده أربعة سنين وتم التفاهم ما بين نردق وإننا نتحمل مسؤوليتي في الكلام هاتين ونخرج نعم ونتمنى أنه يخرج واحد ويكذبني وتم التفاهم أنه إذا مر تعديل الفصل العشرين لاتحاد الشغل سيكون هناك فرصة لراشد الغنوشي لتعديل الفصل الثلاثين الذي يشبه له بالبقاء رئيسا لحركة النهضة والذي عطل من أجله مؤتمر حركة النهضة إليه منها سادة ولن يُعقد مؤتمر لحركة النهضة يمكن أن يتخلى فيه راشد الغنوشي عن رئاسة الحركة يعني تغيير دقيقة بركة يا معز خليني نحكي مع المشاهدين لمعاك سيد التهم في الطبوبي بعلاقته براشد الغنوشي وعلاقة بين مؤتمر الاتحاد ومؤتمر حركة النهضة رأيه كلام تقول فيه خطير ليس أول ما نشأه المرة تقول فيه رأيه ما نشأه المرة ما نشأه المرة ما نشأه المرة ما نشأه المرة معزل هذي كلام نحكي فيه عندي مد فما حاجات نخليوها فيما بعد سنتحدث عنها أما هذي حقائق الحاجة الثانية حاجة الثانية أنه مؤتمر سفيقس اللي صار وإقصاء إقصاء مجموعة كبيرة مننا قبل تقدمهم محمد علي البغديري وإيجاد توافق في المكتب التنفيذي جمع المجموعة المقربة من السيد نوري الطبوب مع لأول مرة يكون عضو ومقرب من حركة النهضة عضوا في المكتب التنفيذي واضح ومع أطراف سياسية أخرى كلها شكلت تحالفا لأنها تعتبر أن المصالح والمكاسب التي أخذتها بعد ثورة 17 ديسمبر وهي مكاسب يعني أكبر مما خاصة بعد أن شارك الاتحاد فيما سمي بالحوار الوطني وخذاجة نوبل للسلام ونعرف الحكاية هذه لكل وتفاصيلها وأصبح شريكا في الحكم الاتحاد عام التنسي للشغل من 2015 من حكومة حبيب الصيد إلى حكومة يوسف الشهد كان شريكا في الحكم لم يكن وبالتالي وبالتالي عندما يتحدث معز أن الاتحاد له مطالب مطالب الاتحاد بوقف العلاقة مع صندوق النقد الدولي من الذي يتمنىها اليوم ومن الذي نفذها قيس سعيد نعم عدم رفع الدعم من الذي أوقف زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في تولس الحاجة الثالثة من الذي منع التفويت في الشركات الوطنية قيس سعيد وبالتالي المطالب الأساسية التي كان يرفعها الاتحاد اليوم هي مطالب حققها قيس سعيد ولكن الاتحاد لأن هناك تحالف سياسي الاتحاد يدافع عن مصالح ليس له الحق بها هي مصالح شخصية كان نالها قيادات الاتحاد وأعضاء المكاتب التنفيذية وأعضاء الكتاب العامي في الجهويين وغيرهم هل يعقل أن نقابة في سفاقس تقوم بعزل وزير الصحة زمان حكومة حبيب الصير يخشكون اللي أعزل سعيد العادي وعليش البيج قاعد السبتي رغم أنه يعلم بقيمة وأهمية سعيد العادي في حزبه كانت في تل الفترة لأن كانت التفاهمات التفاهمات وقتها أن هناك أن للاتحاد دور سياسي في قسمة الكعكة حركة النهضة وإنداء تولس عندك متعاقب فقط نحن في العملية الربط التي أدارها سيباسل حول تنقيح الفصل العشرين ورغبة رشد الغنوشي في أن يستمر في حركة النهضة إلى الأبد رأوا جميع زعماتنا السياسية في الأحزاب السياسية يسارية يمينية محافظة إسلامية قومية جميعهم لا يتخلون عن مناصبهم يؤبدون فيها يعني لا علاقة لرغبة رشد الغنوشي في الاستمرار الرئيسة لحركة النهضة بتنقيح الفصل العشرين داخل الاتحاد شغل هذا نزاع نقابي نقابي فوصي له في مؤتمر اسفاقس سواء بالتوافق أو بالتحالف أو نجاز تحالفات بين كل الشرائح النقابية أنهم اتفقوا في الأغلبية بـ 96% على تنقيح الفصل من يوجه اللوم إلى من يوجه إلى من يوجه الأغلبية التي مثلت نقابيين داخل المؤتمر هي التي صادقت والأقلية بما فيها البغديري هي التي تم إزاحته هذا لا يعني أني أنا من دعاة تنقيح الفصل العشرين لا لا أنا أقول لك مسألة مهمة اتحاد الشغل يمر الآن بأزمة حادة والأزمة تتعلق بضرورة عقد مؤتمر ولن يعقد المؤتمر بضرورة عقد مؤتمر لتجديد القيادات وإحداث إصلاحات هيكلية لماذا؟ لأن اتحاد الشغل شارك في إدارة المشهد السياسي وأنا اختلف معك لم يكن شريكة في السلطة بصورة مباشرة لا كان شريكة محمد ترابلسي كان لنزيل شكور أنا لا أعطيك وجهة نظر بتاعي أنا تحدث مع القيادات المقبية ويؤكدون أنهم لا علاقة لهم بتاعين محمد ترابلسي رغم أن محمد ترابلسي هو أحد خليني منكم أنتم أزوز معزو بيسل إن زيك اللي كنتي نقاب بتعرف الحقيقة هل في عشرية الخراب الإتحاد العام التونسي لشغل كان جزء من الحكومات المتعاقبة بصراحة معناه كان جزء فعل كان جزء فعل هات الدليل إحنا تم إقصاءنا محذرنا في حتى في حتى يعني في حتى مفاوضة لا لا خليه مني يقسيك ولما يقسيكش في الحكومات في الحكومات أدخل أدخل الوزارات إحنا كي نسبو المخارطين ساعة كل مخارط اللي يدخل أوتوماتيكمان يمشي قصانو لإتحاد الشغل أنت تحط ما تحكيليش على مشكلتك أنت أحكيلي أنا إتحاد العام تونسي للشغل كان له وزراء داخل الحكومات أو لي كان عنده وزراء مش موزراء بركة حتى حتى جي شيفت كابيني كانوا معا احنا احنا منوصلوش لشيفت كابيني هات دليلك دليلي بالمراسلات اللي نبعثوا فيها من لحنا احنا نبعثوا في مراسلات ونبعثوا في مع أنت المقابلة حتى 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 ما يقعد معاك خليك منك أنت يعطيني يقول للوزير فلاني كان تابع اتحاد الشغل لا ما نجابش أنا بصول لك أنا أقول لك راولوزير الفلاني يتابع اتحاد الشغل أما أقول لك أنا اللي شيفت كابيني اللي موجودين اللي أغلق بيته بثمانين فيلم يا كانوا يتبعوا اتحاد الشغل بي مرمان بي معز أنا في نظري يجب أن نتذكر جيدا أن اتحاد الشغل هو الذي شارك في إدارة الحوار الوطني حين تأزمت الأوضاع في البلد وهو الذي أجبر حركة النظر عن التنازل عن السلطة ولكن لا ننسى كذلك أن اتحاد الشغل هو الذي تصدى لنزعات الحكومات المدعومة حزبيا في اتجاه أن تقبل بوصفات لفمي فيما يتعلق بالخوصص عرض اتحاد الشغل الخوصص هو دافع بشدة ونفذ إضرابات عامة بخصوص هذا واتحاد الشغل هو الذي عرض رفع الدعم واتحاد الشغل هو الذي دعاء إلى المحافظة على المرتكزات اتحاد الشغل كر للـ 24 جوليا وللـ 25 خالي أقولك ولا تنسى ولا تنسى أن اتحاد الشغل هو الذي ساند في بيان رسمي يوم 26 جوليا إجراءات 25 جوليا طوى طوى يا معز الآن توجد خلافات عميقة بين المكتب التنفيذ الاتحاد الشغل وبين الرئيس قيس عيد وتوجهاته خاصة في المسائل تتعلق بالحريات وقلولك لماذا وأنا في نظري يجب الدعوة إلى حوار والحوار يجرى مع الجميع حتى مع التعددية وإنتي تقدي مع الحوار خلينا نشاركوا حذامي حذامي حذرتي في المسيرة انتع اتحاد الشغل في بيب لبنيت أمام المحكمة الابتدائية بتونس في وقت اللي كانوا يساندوا في زميلهم اللي مسجون بسبب قضية شنية الحكاية وشوني سأل معاه كنا حاضرين محمد على عين المكان من أمام قصر العدالة بتونس العاصمة تحديدا أمام المحكمة الابتدائية مشينا كفريق صحفي للقيام بعملنا الصحفي والتغطية الإعلامية اللازمة بكل مهنية وحرافية هي وقفة تضامنية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل تضامنا مع أمين عام يعني أو كتب عام جهة ما يقعد اليوم يحاكم على ذمة قضية تخص شبهات تدليس شهيد علمية ما رعنا إلا محمد اشتعطيني الوقت لهنا يجبني نتحدث على الاتحاد هذا الاتحاد رو نعرفوا ناس الكل أن الاتحاد هو صرح كبير وتاريخي والاتحاد أكبر من كل الأسامي فقط نحن اليوم ننتقده في المكتب التنفيذي وعلى رأسه الطبوبي هذا الاتحاد أو المكتب الاتحاد اللا ديمقراطي نقولها اليوم صراحة لأنه هذا المكتب اليوم يقصي في الإعلاميين والصحفيين اللي نصنفهم هو كاتحاد عام تونسي للشغل ضد توجهاته ونحن كفريق صحفي قمنا بعملنا الصحفي ونشرنا بعض الفيديوهات لنقابيين رأوا اليوم كي يقول معز الأزمة داخلية داخل الاتحاد وفما انقسام كبير اليوم يعيش على وقعه الاتحاد العام التونسي للشغل رأوا العركة مبينيتهم كما نقوله هما حاولوا يقحموا الصحفيين مثلا أنا محمد مش نقولك أنه سامي طهري اللي هو الأمين العام المساعد لطبوبي منعنا احنا كفريق صحفي حتى من التصوير والشي هذي يره مواثق ما هوش كلم وينجم حتى يكذبني إذا كان يحب وللأسف شديد نهارتها قالونا انتما مصطفين انتما ما كمش حيادين والسبب مصطفين معشكون مصطفين برنامجنا الشهير والكبير أيضا برنامج بلاقناع وقعدين نكشفوا في الخور وتوجهونا نقبيين من داخل الاتحاد وجابونا كل الإثباتات والحجاج الدامغة على شبهات فساد داخل الاتحاد العام التونسي لشغل احنا رو كصحفيين ما نشفق القانون والنجم يشكيوا بنا إذا كان عدينا أي منتوج إعلامي فيه مغالطات أو فيه يعني اللي صار لنا نهارتها قدام المحكمة الابتدائية ما كان سهل هذه السلسلة من مسلسل بتاع انتهاكات في حق الصحفيين أنا كصحفية محترفة ودين هذا لأن جمعة هذه احنا قاعدين نعيشوا على وقع مسلسل من الاقصاء تبدأ من الاتحاد العام التونسي لشغل احنا بشنقول أنا للاتحاد مع احترامي الكبير برشا لهذا الصرح الكبير ووجه كلامي للطبوب ومساعده انتوما اليوم راكم ما كمش ديمقراطيين انتوما اليوم تحكيوا بمنطق الاقصاء انتو اليوم راكت خالف القانون يا سامي التهريكي تمنع مصور صحفي من التصوير في الطريق العام عندي الاثباتات وكل شي مصور وموثق ومنعنا ايضا من التصوير وهاني قلت لك محمد احنا رأنا اليوم ماناش بنادرية للاتحاد العام التونسي للشغل ولا لأي طرف سياسي وكان انشارنا عليكم خليني محمد نكمل كلمي كان انشارنا عليكم في برنامجنا اي مغلطات او اي معلومات مغلوطة عفوا نتحدىكم كاتحاد عام التونسي للشغل تتقدموا للقضاء وتقولوا راهو هذا البرنامج يستهدف الاتحاد لانهم صنفونا وهبط حتى بيان وامضع ليه الامين العام الطبوبي وصنفونا بالاعلام الموازي واللي يخدم في اجندات واتهمونا حتى بتهمة كبيرة جدا وهي مساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد اذا كان معتها مساندة قيس سعيد او اي طرف سياسي اخر تهمها فالامر لكم انتم المسايدين بيس اتعلقوا ايضا اليوم نحكي وعلى اني ترزع لك معز نحكيه على بعض الاحزاب الاخرى فما مثلا العيشي زمال الفريق ال الحملة الانتخابية امتعه امتنع على اعطاء تصريحات لبرنامج امتعنا وقتهم واضحة وصريحة ان ننبثوا في الاشاعات اي اشاعات نحن لم نتحدث على ملفات الفساد الكبر الموجودة في كسرة والمتعلقة بالعيشي زمال ولم نتحدث على الصفقات العمومية انتع الخروب وغيرها ولم نتحدث على اشياء كبيرة لانه قلنا وقت نحكيه على اي شي لابد من امتلاك الوثائق وامتلاك المعطيات والمعلومات وكل شي يتأزل ما بعد الانتخابات واذا كان احنا ما قلنا احد شي فلا يمكن الحكم لا علينا ولا الينا ونرجع لكسير يصير بالضبط مع رئيش زمال المفارقة الغريبة العجيبة انه فريق حملة المترشح للانتخابات الرئاسية عدد واحد العيش زمال استدعونا بعثونا يعني المكلفة بالإعلام بعثتنا استدعاء لتغطية الندوة الصحفية والحب نذكر هنا انه فريق برنامجنا اللي اليوم اصبحنا متهمين او مصنفين باننا مسندين لمترشح دونا عن غير وطبعا هما قاعدين يصنفوا فينا وهما قاعدين يستهتفوا فينا ويقصيوا فينا بعد ما بعثونا استدعاء واحنا كل ندوة الصحفية بعثولي استدعاء على الواتساب من قبل المكلفة بالإعلام على الخاص متاعي وستدعاءنا للندوة الصحفية بعثولي استدعاء وبعثولي من غدوة التذكير للحضور لهذه الندوة الصحفية ونقطة مهمة هنا محمد راني كنت حاضرة بسيفتي رئيس التحرير في كل الندوات الصحفية اللي عملها فريق حملة العياشي زميل هذا من منطلق الحيادية ومن منطلق الموضوعية وبثينا كل التصريحات وما سنصرنا حد شيء وعدينا تصريحاتهم المعادية لكل المترشحين ووصلينهم بصوتهم ومشينا وقرينا البيانة بتاحهم وفي مناسبة سابقة في هذا البلاتو تحدثت بكل حيادية وموضوعية أنا اليوم مش نعطيكم اسم محمد وقعد تنكيل بنا وهذا رأوا موثق ومصور وإنا ما نتحدثش من فارغ ما نحبوش يعطونا لدكلاراسيون فريق العياشي زميل وأنا مش نعطيك اسم مهدي عبد الجواد سميك أنت بالاسم محمد البوزيدي وأنت أيضا باسل ترجميل واتهمكم ببث الأكاذيب وتشويه هذا الحزب عازيمون وأنا سميته يعني مش نحتفظ بالتسمية أنا ما نسميه لأنه الناس هذو متضح يتشدقون بحرية الرأي والتعبير والدفاع عن الصحفيين واليوم هذا الفريق يعد لأنه مسلسل من الإقصائت محمد اتعد علينا في ظرف زمني وجيز المرلولة يقصينا الاتحاد من بعد يقصينا يعني فريق العياشي زميل من بعد نتعرض جملة ونحكي من بعد لإعتداء بالعنف اللفظي والعنف المادي في المستشفى وضح بطبيعة الحال احنا قاعدين نحلوا في قوس والتلاتو مفتوح للجميع والناس كل وجه هنالهم دعوات للحضور والحجة بالحجة بطبيعة الحال اذا كان واحد ارانا احنا خرجنا على الإطار مثالي يجي اقول لي اشني مشكلتك بالضبط والتلاتو مفتوح لحق الرد للناس الكل دون استثناء ودون شروط احنا معتها قاعدين نعديو في الموجود ودون رتوش بس الترجمال هنت يظه لي وليت النقطة الصودية او الدب الصودية في برنامجلة لجبت المشاكل من يس الكل اول حاجة يعني انا منيش عارف مهديش مدخله في الموضوع خاصة يعني هو الناطق باسم هو الناطق يعني هما ثلاثة انا اللي نعرفه عبدالجبار عبدالستر المسعودي رمزي جبابلي نفس الموضوع رمزي يعني انا نعرف ظهر لي من قبل ما يعرف حتى انه فم شخص في البلاد اسمه عياشي الزمان يعني علاقتي برمزي عمرها اكثر من 25 سنة وكان بناتنا نشاطات كبرى في ذكر هالتاريخ هذية وقت اللي كان فم الرأي الاستشاري لأساتيس القانون الدولي في الجامعة التوسية الله يرحمه سيلة زهر بوروني وسيلة حبيب سليم وقت تم الطلب منهم من أجل تقديم الرأي الاستشاري حول قضية الفلسطينية لا حلينا حلينا سيرش سيرش انا عربت لي وصاحبك بل يعني انا ممكن يعني انا ما قلت حتى شي على العياشي الزمان ما عندي مشكلة معاه يعني حاجة لا ينكرها وشرف يدعي يعني هي ليست تهمة لينكرها وهو شرف يدعي انه كان مع يوسف الشهد وبالتالي انا نعتقد انه الموقف هذيا اللي يخذوه وهوني بشتعطيني دقيقتين في الموضوع هو تناغما مع طرف السياسي اللي هو حركة النهضة التي من أحد شروطها اللي دعم أي مرشح انه يسبو بس الترجمان خطر فما حكاية اليوم ربي خلينا خلينا من الأمور الشخصية اليوم عايشي زمال حكم قضائي فقيل هذا ساعات من الصمت الانتخابي تعالقلي عن النقطة هذه خلينا من الجزئيات اخذيت حهد على نفسي منذ سنوات طويلة ان لا اعلق على احترم القضاء احكام القضاء ليست قابلة للتعليق لا يجوز قانونا ان تعلق على حكم قضاء حكم القضاء الذي صدر هناك محامين للعايشي الزمال يقوموا بالاستئناف او التعقيم ولكن الاشكال اليوم ان فريق العايشي الزمال يريد صناعة ازمات ازمات واتهام ناس انهم يقفون هل البلاتون مفتو سمحني في الكلمة مش هما قالوا انا كذبت عليهم وادعيت عليهم شميبا خارجوش قاد اعطاوا تصريح وفمدوا بالبلحاء بالدليل والبرهان اللي قلت نتعدى نتعدى يا باسل باش من شخصوش لأمور اكثر اليوم العايشي زمال حكم قضاء ثقيل عشر سنوات سجن يظهر لي معتها صدمة لانصار انا اعتقد 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 نعلق على الاخت حذامي في خصوص اتحاد الشغل وسامة تهري وبرنامج بلا قناع البرنامج هذا كنت انا ترفي وكننا نتحدث وكاننا يبث مباشرة في التلفزة ودافعنا على اتحاد الشغل حين عارض حكومة يوسف الشهد وذكر محمد الوزيدي جيدا وكنا نتلقى دعم كامل من سامة تهري هذا الشخص الشريف والنزيه اللي انا نعرف وش خطر صديقي لا سامة تهري في مواقف وطنية حادة جدا وقف مع المصالح العلي للشعب التونسي إن كان وقع سوء تفاهم بينك وبينه أو بينه وبين برنامج بلا قناع سوف نقوم بإصلاح الأمر ولا يوجد لنا أي تنازع مع الرجل ونقولك مسألة أخرى حتى الخلافات القائمة بين سياسات قيس عين وبين سياسات المكلمة التنفيذي يمكن مراجعتها ويمكن حلها نعود الآن للزمال الهشب الزمال طبعا دفع ضريبة قانون على القانون أي قانون عادل لأنه النهب والأموال الفاسدة والفساد الذي تم في تونس تنتداد عشر سنوار تتلاعب بالقوانات الانتخابية أغلق بابا عليه فسقط كل من صدر كل الحملات الانتخابية التي أديرت منذ 2010 حتى وصوله 2021 كان يتدخل فيها المال الأجنبي وكان يتدخل فيها المال الفاسد وكانت أموال وطبيض أموال التي تتم في كل عملات الانتخابية اللي قولوه الآن في خصوص الهجم الزمان الحكم الصادر في شأنه حكم قاسي حتى وإن كان عادلاً بمفهوم القانون إذا تبق القاضي القانون بطبيع الحال والقضاء تبقوا نصوص قانونية موجودة في القانون الانتخابي وربما يدعون هذا إلى مراجعة القانون الانتخابي سواء في مسألة التسكيات أو فيما يترتب عنها من عقوبات جزائية وأنا بديت رأي رأي سياسي بعيدة المسألة القانونية أنا كان بيودي لو أن كل متنافس على الانتخابات لا يحاكم إلا في حالة صراح لأن هذا مكن الهجم الزمان من التحول إلى ضحية أرغم أنني أعتقد أنه العيش الزمان أنه لم يكن ضحية أبداً وأنا ضم صوتي لي هو يتشرف جداً بالفترة التي قضاها في تجربة حكم يوسف الشاد ونحن والجميع وحتى اتحاد شغل نفسه يسم هذه المرحلة بأنها أكبر مرحلة فساد في تاريخ تونس الحديث وهو كان شريك في حزب شارك في تدمير البلد ما يعنيش هذا أنه الآن في السجن رب يفرج عليه رب أحنا نحكي على الانتخابات الرئاسية وأنا سؤالي وضع عليك يا معز قطلك بعد الحكم السجني الثقيل حضور العيش الزمال في الانتخابات الرئاسية هذا نحكيه لك قل لك أنا في الكواليس هناك حراك كبير يدور في إدارة العميقة في الدولة العميقة تدفع بقوة إلى محاولة التصويت إليه من أجل ترجيح كفتي حتى وإن حكم بالسجن لكن بصورة موضوعية بقراءة موضوعية مرحلة العيش الزمال انتهت وتجربته معناها انتهت إلى فشل على الأقل وانتهى إلى سن إن شاء الله رب يفرجها لي واضح سي لطفي الشتمي من عام مساعد إتحاد عمال تونس شرفنا بحضورك بطبيعة وخليك أنت معتا قتلي قبليك أراو آآ سندنا قيسس عيد لأنه استجابة لمطالب لكن هناك مطالب أخرى ما زالت شنين؟ دعناه إلى الضغط على الأسعار والضرب على يدي المحتكرين واش قاعد يخدم وتعديل كل ما عادة كان الأسعار وكان الاعتكار احنا ندعو معانتك يعني اللي مزيد آآ نحكي ندعو اللي مزيد هما موجودين نحنا نحكي اللي مزيد سمحني سمحني أنت مسؤول وبرحاب بتصدر لماذا لا تدعونا المنخرطين انتاعكم ومنتصيبكم باش يخافوا ربي في المواطن التونسي لأنه أغلبية العمال متع اتحاد عمال تونس هما التجار والتجار معتها معروفين اما بالاحتكار اما بالزيادة في الأسعار ولانا كنت تحكيني بعجمة ما لا 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 احنا مش عنا مش عنا مش عنا لا لا حكيت عالتجار المستقلين سعلموا التجار المستقلين كما قالت الأخت عندهم عام ونصرة وما يخدموش راه مش قاعدين يخدموا راه اخذوا منصبي وتحلل الاشكال بفضل زاد الرئيس اعطاهم يعني المنصبي وصارت الانستلاسيون يعني متاعهم وقريبا مش يخذ يعني القرض يعني ما تخلطوش لعبيت تقولوا بطالة عشر وصام يخدموا هم اعطوهم بلايس لا اعطوهم بلايس ما زلوا درنير مو يعني اخذيهم ما زل ما بداوا شي يخدموا واعطاهم يعني اعطاهم يعني المساحة ما عطاهم همش يعني الواحد خاطرهم بشي ركزو اللي بانوه اذوكم الواحد وبشي اخذوا قرض بشي نجموهم يدي ماريو فهمني ايه ولا اسعار لا اسعار لا اسعار انا كنا مشتركين حتى انتحاد الفلاحين متشارك معنا مشارك معنا في الاسعار اخي انتحار اخي احنا الفلاحين تابعينا نحنا مو تابعين الاسعار ايه انتو ما خرجتوش بيانان هذا المنظوريكم قلتولهم خفضوا قلتولهم ما تفتوح مارج مش عندكم منش متكونين نحن متكونين مخارطين في الوظيفة العمومية ايه وفي الشركات ايه اكاو شو منين عند نحن هذوكم هم الشركات والوظيفة العمومية